اهلا بكم يا حلوين في فيديو النهاردة هقول لكم و هنقل لكم التجربة اللي انا استفدت منها جدا جدا كلنا بنعاني من تراكم الدهون على الاسطح وفي المطبخ و اي حاجة متعلقة في المطبخ من رفوف او اجهزة وكمان ده وليب مطبخ لو اشتريتيها ممكن تكون مكلفة عليك شوية ويبقى مادي عليك زيادة احنا هنعمل النهاردة حاجة سهلة اوي وبسيطة جدا باقل حاجة واقل التكاليف اللي موجودة عندك في البيت علشان ما تضطريش انك تشتري الحاجة دي اللي هي الوايبس او المناديل المبللة هعمل هالك باسهل طريقة مش هتكلفك ابدا غير رول مناديل مطبخ او حمام او مناديل صاح بعضية جدا نشفة بتبقى موجودة عندك وبتهيقلي اي حاجة مندي موجودة في كل بيت حديكي بدائل واختيارات كتير علشان تقدري انك تعمليها بامانة الله هتعجبك جدا 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 وانا جربتها في البيت كله ملهاش اي ملمس دهني ولا ترتيب زيادة على الاساس او على الازاز او على اجهزة المطبخ او في المطبخ عموما او على البوتاجاز لان هي طبعا انتو عارفين ان هي استخدامتها كتير وعلشان تعم الفايدة ياريت تعمله مشاركة دلوقتي علشان كله يستفيد ولو عجبكم الفيديو هتنسوش تدعموني بلايك ولو لسه ما اشتركتش معايا اشتركي وان شاء الله كل حاجة هتعجبك واخدي لك لفة كده في القناة شوفي المحتوى بتاعي هيعجبك ولا لا هنصلي على الحبيب دلوقتي هنبدأ ان احنا نحضر المواد السائلة اللي هتخليها مبللة هستخدم اول حاجة زيت الزيتون ما عندكش زيت زيتون زيت عادي جدا جدا يبقى عندك عادي اللي هو الدورة او دور الشمس مش عايزة تحطي اي زيوت من دي المستخدمة في الاكل ممكن انك تحطي معلقة صغيرة من اي زيت عطري عندك تستخدمي اي ريحة انت بتحبيها حطيها تمام مش عايزة ولا زيت عطري ولا اي زيوت تمام بكله شغال هنجي بعد كده للمنظف اللي احنا هنستخدمه اي منظف سائل اللي هو بتاع المواعين تمام ده الاساس طيب عايزة يعني تجاودي شوية انا مثلا هنا هستخدم فريدة منظف عام للمنزل ممكن هستخدمه بدل مثلا المنظف بتاع المواعين ده يبقى زيت ومنظف عندك في بدائل تانية برضو للمنظفات زي مثلا والاختيار اللي يجي في اللي انت تفضلي لو عندك جنرال ممكن هتستخدمي جنرال ممكن داوني ممكن كولوروكس الوان او لو عندك خمسة في واحد مفيش حاجة خالص من المنظفات دي ممكن تستخدمي شامبو عادي جدا بتاع الشعر ممكن شوار جل انت بتحبي ريحته تمام اتفقنا كده يبقى خلاص انا قلتكم كل المنظفات وكل الحاجة اللي ممكن ان احنا نضفها للمناديل المبللة اللي احنا هنعملها طبعا اولا كده قبل اي حاجة عايزة اقولكم ان المناديل دي منظفة للمنزل فقط ما تستخدموهاش ان انتو تشيلوا بيها مكياج من على وشكم او يعني تستخدموها في اي حاجة تبع الاسكين كير تبعكم خالص خالص دي ليها وايبس تاني مخصصة ان شاء الله هعملها لكم قريب بس دي لي التنظيف المنزلي تمام هنجي للمكون التاني اللي معانا هنستخدمه طهر الخلي موجود في كل بيت الخلي الابيض كمان مش خلي التفاح الخلي الابيض العادي جدا ما عندكش خلة ابيض او عايزة تحطي حاجة اقوى شوية ممكن دي تول واي نوع من انواع الدي تول يعني بيبقى فيه انواع كتير بتدي نفس النتيجة بتاعة الدي تول نفسه لان الدي تول غالي دلوقتي اي حاجة عندك يعني تستخدم مكان الدي تول استخدميها يبقى يا خل او دي تول اتفقنا يبقى هيا دي المكونات اللي معانا ثلاث مكونات بس المنظف اللي هتستخدمي واللي انت تفضليه والزيت لو انت حابة انك تحطي زيت كمان اللي هو المعاقم او المطهر عايز اقولك كمان انت لو استخدمت زيت الزيتون ده بيبقى له قدرة فائقة على ازالة وازابة الدهون عشان تبقى اعرفها هنجيب كباية من المياه كباية او كباية لربع من المياه تمام لان احنا هنضيف اضافات فهيتملي يعني تبقى كباية هنا انا اخترت فريدة المنظف هنحط معلقة واحدة بس معلقة واحدة من السابون السائل او اي منظف عندك مش هنحط كتير علشان احنا مش عايزين رغوة تمام معلقة واحدة بس الريحة بتاعت فريدة دي حلوة اوي فهتبقى كمان معطرة لو حطتي دوني برضو حيبقى كويس بالنسبة للخل هنحط من معلقة لمعلقتين من الخل علشان التعقيم لو زودتي في الخل مفيش اي مشكلة بس احنا مش عايزين سائل كتير علشان الويب سيليها كمية معينة انها تمتصها ما تخرجش عن الكمية دي هي يدوبة كباية او كباية لربع من المياه بالنسبة للزيت انا هحط ربع معلقة من الزيت حاجة بسيطة جدا جدا احنا مش عايزين دهنانة بقى وحاجة فيها مزيتة والكلام ده خدي بالك ان انا هستخدم هنا وايبس الويبس دي قديمة عندي ونشفة فانا استخسرت ان انا ايه يعني ارميها او استخدمها كمناديل عادية انا قلت المناديل العادية عندي انا هستخدمها كوايبس برضو وارجعها تاني لاصلها نحط شوية بشوية كده لغاية الكمية ما تخلص كلها معايا وبعد كده حاسبها ربع ساعة تمتص كل السائل اللي موجود طيب انا على وعد ان انا قلتلكم ان انا ايه هقول لكم وايبس الجيدة خالص يعني مش عايزة قديمة وحاعملها طيب حنستخدم رول مناديل المطبخ او رول مناديل حمام عندنا برضو بالشكل ده بس اهم حاجة ان نوع المناديل نفسها تكون يعني شد حلها شوية كده وبتتقطع بصعوبة يعني مش نعمة قوي لدرجة انها هي ما بتستحملش لأ علشان تعرف انها يعني تمتص السائل كويس وما تبقاش نعمة في ايديكي كده وتفرفت منك تمام عايزين مناديل جمدة كده شوية وشد حلها حنجيب سكينة مشرشرة كده وحنقطع الرول من النص تمام لو انتي عايزة الرول صغير زي بتاع الحمام كده مثلا وتستخدميه عايزة تعملي الرول كله بحاله على بعضه ممكن برضو انك تستخدميه اللي هو بتاع المطبخ التويل شوية ده نفس الشكل كده وحنستخدم علبة تكون عندنا علبة جبنة علبة شوكولاتة علبة بتاعت اللي هي غزل البنات بتبقى برضو بالشكل ده هتجي بيها برضو ما ترميهاش هتبقى عادة تدوير وهنصنعها تاني بنفسنا اللي هو المناديل المبللة تاني هنحط الكمية زي ما وردتكو كده اللي هي بتاعت الميا المنظف يعني من فوق كده بالشكل ده وبعد كده هنسيبها ربع ساعة برضو هتمتص كل السائل وهتبقى حلوة قوي قوي يعني هتخلي او ما تجي تمسحي بيها هيخلي الأسطح طبعا نظيفة ومعقمة ونعمة ومن أهم الشروط ان يكون نوع المناديل كويس جدا جدا طيب انت ما عندجيش رول المطبخ ولا مناديل ولا أي حاجة برضو مناديل تكون يعني جمدة معاكي كده تتقطع بصعوبة ومتمتصش الميا إلا كمية كبيرة في مناديل بتبقى خفيفة كده لأ احنا مش عايزينها برضو هتحطي الكمية بتاعت السائل اللي احنا عملناه جواها وعلشان نتأكد ان هي مش هتنشف لانها ملهاش غطة زي الويبس اللي جنبها بالنسبة برضو للعلبة البلاستيك برضو هتغطوها بالغطة بتاعها تمام برضو عشان يعني السائل ماينشفش طيب دي ملهاش كده يعني غطة هناعمل ايه هتجيبي اي لاسق عندك سوليتيب او الشريط اللي زي ده اللي هو بتاع اللي بيستخدمه النقاش تقفلي بيها وتخدي منها تفتحي وتقفلي تاني وتبقى جوه المناديل انت محافظة عليها جدا ومش هتنشف ابدا منك وهيبقى البلال بتاعها كويس قوي لان طبعا الويبس او المناديل المبللة دي لما بنشتريها برضو ما بتبقاش يعني مبللة بالدرجة اللي هي وبتبقى يعني فيها نشفان شوية فدي حتبقى احسن وموفرة احسن بكتير يعني شفتوا هنا يا بنات الفرق ما بين المكان اللي انا مسحته والمكان اللي لسه ما تمسحش في الرخامة طبعا الفرق واضح بالنسبة برضو ممكن انك تمسحي بأي انتيكات عندك اي حاجة فيها نحاس اي حاجة المونيوم اي حاجة عاج صيني اي حاجة كلها عليها طراب او عليها دهون بتخلي الحاجة تلمع وكمان مش مدهننة ولا مزيتها ولا أي حاجة أبدا ولا فيها بلل زيادة بالعكس مناسبة جدا جدا أن تشيل بيها أي حاجة وبتعقم كمان من كل النواحي يعني هتعجبك جدا جدا لأن أنا مجرباها وأنا أوعدك أن أنت لو عملت الطريقة دي وجربتها يعني مش هتستغني عنها أبدا لأنه طبعا تعرفين الأسعار غالية وكل حاجة غلية دلوقتي يا دوبك بس تخلي الويبس ده مثلا لو بتستخدميه لأطفالك ممكن أنك تشتري يا دوبك على قد الأطفال واستعملهم وخلاص كمان هنا أنا كنت سايبة المضرب ده فأنا سايبةه كذا مرة يعني أعمل به وسيبه كده ما عملش فيه أي حاجة طبعا بيبقى متراكم عليه الدهون ومتراكم عليه بقايا أي عجين أنا بستخدمه في كيكة أو أي حاجة كمان سكريات ملزقة فيه من مطرح طبعا السكر اللي في الكيكات وكلام ده طبعا نشفت عليه جدا جدا فده لازم الأول أنه هو يتشال كده بأي حاجة حادة الأول علشان أعرف أن أنا أزيل أي طراب أو أي دهون زيادة موجودة فيه كمان الورقة دي موجودة فيه بقالها فترة طويلة فهي كمان هتتشال وطبعا تحتيها بلاوي فكل ده هستخدم الوايبس اللي أنا عملته وحتشوفوا النتيجة معايا من كتر النظافة هتتشجعوا وتقوموا تعملوا دلوقتي في أي مناديل عندكم طبعا والشرط إن هي تكون جمدة تشوفوا عندكم المناديل الكويسة دي وتعملوا فيها نفس اللي أنا عملته ده لأن المكونات كلها دي موجودة عندنا يعني مش هندطر إن إحنا نشتري حاجة ونصرف طبعا ما ننساش السلك بتاعه وكمان الفيشة بتاعته وكل حاجة وأخيرا خلصت المعركة بجد بقى زي الفل أخدت وقت طويل فيه علشان أنا سايبة عليه لدهون متراكمة بقالي فترة طويلة كمان بالنسبة للملاحات أو اللي هي الطقمة بتاع التوابل مساحتها كمان بيه بقت زي الفل سهلة قوي بدل ما كل شوية تغسليها هتبقى في إيدك كده كمان حلوة قوي للميكرويف من بره ومن جوه بيخلي بيلمع ونضيف كمان ومتعقب كل فترة طويلة لو حب إنك تعملي تنضيف عميق للميكرويف اللي هو بالمية وباللمون وبالخل وبالحاجات دي الموضوع بتاع الوايبس اللي أنا عملته ده يغني جدا جدا على التنضيف العميق كمان هو فيه تعقيم وفيه نظافة وفيه كل حاجة فاستخدمي برضو نفس الطريقة دي في تنضيف الميكرويف وتعقيم كل يوم بعد ما تخلصي طبيق على البوتاجاز وتخلصي الأكل وكله تمام خلاص في آخر اليوم هتسحبي مندل كده أو مندلين في إيديكي وهتمسحي الحوامل كلها والدهر البوتاجاز اللي هو الإزاز ده نستنلس حتى لو كان مط برضو هيبقى حينضف معاكي كويس قوي والعيون وكل حاجة شوية الوايبس واشتغلي بيهم مش هتعملي بقى ليفة وصابون ومية وترجعي ثاني تمسحي بالفوتة وتنشفي وكلام ده هيختصر الخطوات وهينضف في نفس الوقت مش هتطري كمان إنك تنشفي بعده أحلى حاجة لما تقومي من النوم الصبحي كده تلاقي البوتاجاز نظيف كده يفتح نفسك إنك تعملي الأكل بتاعها تاني يوم حاجة جميلة أوي إحساس حلو وممتع همسح كمان بيقر رخامة اللي بيبقى عليها سطح العمل يعني ده بتاعي بس توا شايفين شوية شوية بيبدأ إنه هو يلمع أي رخامة ده التنظيف اليومي على فكرة يا بنات أنا كنت أحط لكم هنا في القناة مش كنت هوا موجود هنا في القناة الروتين بتاع التنظيف الليلي أو المتائي بتاع الرخامات بتاعة البيت كله بطريقة جميلة جدا وسهلة وكمان هتتيجي نتيجة قوية جدا يعني فيديو جامد من الآخر فإنت لو عندك رخامات كتير في البيت ممكن إنك تشوفي الفيديو ده هتستفدي منه كتير قوي بتركيبة كده لذيذة جدا هتعجبك طبعا أي حاجة موجودة في المطبخ بيبقى عليها دهون علب شاي، سكر، أي حاجة أي ديكورات، أي زرعة كل ده لازم يتمسح بالوايبس أسهل حاجة وأنضف حاجة هلف لفة كده على الوخامة كلها باللي موجود عليها خلي ده كل يوم الروتين من مسائي بتاعك بعد ما تخلصي أكلك ودهونك وكل حاجة وخلصتي كل حاجة تمسحي بقى المسحة الأخيرة دي اللي هو قبل ما تقولي للمطبخ باي باي وتخش ترتاحي منه بقى إن شاء الله لغاية الصبح وتقومي كده تلاقيه رح تنمت بقى حلوة ونضيفة ويعني تديكي طاقة إيجابية كده إنك تبدأي شغلة تاني فيه لأنه هو المطبخ ورانا ورانا يعني لما نبقى موقفين فيه ونفسنا مفتوحة كده على الحاجة وتكون نضيفة هتشجعك إنك تشتغل فيه كمان ما تنسوش القرآن الكريم دايما تشغلوه جنبكم وتسمعوا الآيات وتسمعوا الأحاديث فيه اللي ساعد القرآن الكريم جميلة جدا يا بنات يعني حاولوا إنه تجيبوا رجو كده صغير أو تحط مثلا الهند فري بتاع الموبايل بتاعك وتشغالي إزاعة القرآن الكريم يبقى جميل قوي وتاخدي ثواب وفي نفس الوقت تستفادي أمسح بقى كل حاجة روتين التنظيف ده دخلت على السخان برضو السخان عندي غاز ولما منيجي نولعه بكبريت يعني بيعمل هباب كده شوية بيهبب وبعدين في حد لزوس كده برضو كان بيقعد يولعه بشمعة يولع شمعة ويولعه بيه فكل ده طبعا أثر عليه وحاجات لزقت وحاجات كده حتى الغطى بتاعه أو الزرار بتاعه يعني شلته من مكانه علشان أعرف برضو إن أنا نظفه وازيل من عليه أي دهون الوايبس بصراحة ما خلتش حاجة في البيت غير لما نظفتها وما سيبتش حاجة غير لما عملت كل حاجة بالوايبس وبقت كل حاجة زي الفل فعلا هي من أجمل ما يمكن للتنظيف سريعة وبتتخلصي منها كمان بعد ما تنظفي بيها يعني مش هتعمل عندك زحمة وتضطري إنك كاي زي الفوت إنك تخسليها تاني ودعي بقي تاني عليكي يعني بصراحة كفاءة عالية قوي 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 في التنظيف وعملية وخاصة في المطبخ والبيت فعلا النظافة بتاعتها صدمتني ما كنتش متخيلة أبدا إن النظافة تطلع حلوة قوي كده بالوايبس اللي أنا عاملاها يارب يكون فيديو النهاردة عجبكم لو حسيتوا إنكم استفدتوا اعملولو مشاركة في الجروبات على الفيسبوك وعلى الواتس آب علشان الفايدة تطعم على الجميع فعلا مش هتشتري وايبس تاني غالية من المحلات لو عجبكم الفيديو اعملولو لايك لو لسه مشتركتيش معايا اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد لغاية ما قابلك الفيديو الجاي على خير خلي بالك من نفسك باي باي اشتركوا في القناة